افتتح مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي معرض محمد حسنين هيكل رحلة حياة بمبنى المكتبة الرئيسية هذا وقد أشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى اعتزاز المكتبة باستقبال مقتنيات هيكل حيث تم نقل مكتبته الشخصية إلى داخل مكتبة الإسكندرية وقام فريق عمل من المكتبة بعمل محاكاة لوضع الكتب والمكتبة كما هي الأجواء بشقاته وتدشين أول معرض وثائقي للراحل فهو شخصية سوف تظل في الذكرة طويلا